اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية كشف وزير الطاقة دكتور عبدالحسين ميرزا عن مسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز لطرح ثلاثة قواطع للتنقيب عن النفط والغاز في عدة مناطق بالمملكة اثنى منها بحرية وواحد للطبقات العميقة وأوضح وزير الطاقة للنشرة الاقتصادية على هامش حضوره افتتاح المعرض الثاني عشر للعلوم الجيولوجية بالشرق الاوسط جيو 2016 أن هناك العديد من الشركات النفطية أبدت رغبتها في المشاركة بأعمال تنقيب عن النفط والغاز خلال العامين السابقين وبينا وزير الطاقة أن إنشاء وتطوير المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة يحظى بدعم القيادة الرشيدة ويمضي بخطى متسارعة لتأمين احتياجات البحرين الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المختلفة المملكة البحرين الآن تدعو الشركات العالمية لزيارة غرفة المعلومات حيث عندنا غرفة معلومات فيها جميع المعلومات عن المسوحات التي عملت في السابق ويمكنهم النظر إلى هذه المعلومات وأخذ القرار إذا كانوا بيشاركوا ويانا في عمليات الاستكشاف القادمة التي نطرحها كقواطع في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر